كمّلت الورشة هينت العمل للمصادقة للآلية عن الميكانيزم لمراقبة الخطة الخماسية للرئيس محمد إدريس ديبتنو لسنة 2024-2029 الورشة دي استمر ليومين رأسا رئيس الوزراء اللاماي حالينا وبهضور آداء الحكومة ليخط خارطة الطريق الفيدروت لإجراء الخطة المية المشاركين أكدوا بكونوا الآلية عن المراقبة الضرورية لإدارة هينت البلاد للسنوات الخمسة الجاية رئيس الوزراء حالينا شدد لأهمية الميكانيزم المشتركة والوسيقى دي بوافق فوق رسميا من مجلس الوزراء لبنط القدرة والشرعية السياسية نظم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أبد الرحمن غلام الله حفلة للسفير المصري أسامة الهادي بمناسبة نهاية هنمهمة كسفير في جات غلام الله شكر السفير المصري لجهود السوافي قوين التعاون بين البلدين وخاصة الإيجابة لمهمتها في التكامل الإفريقي من جهة الهادي شكر تشاد لرهيبين وكلم بالعلاقات التاريخية بين تشاد ومصر والحفلة دي بيغد بهدورها نادة من الدبلوماسين والشخصيات المهمة بيغد دواس شديد يوم 14 سبتمبر 2024 ودا في مدينة الفاشر المحاويقين قواتنا الدعم السري من شهر مايو الفات ونشير الفاشر هي العاصمة الوهيدة لولاياتنا الدرفور الخامسة وياها سقادي في تهد إدين سيطرت الجيش الوالي هانا الولايات مني من ناوي قال الجيش قدر وقف هجوم من القوات هانا الدعم السري البقولو هما مسيطرين لباد البكانات الأسكرية وعلى حسب الشهود بقولو في تفجيرات تقيلة والحالة خطيرة والكارتية كمان بيغد فادي ما اندا الناس والانفجارات متواصلة المبؤوس الأمريكي توم بريلو وصف بمخاوفة للأنف المستمر ونذكر بكون الحرب عن بين الجيش وقوات الدعم السريدة البدا في أبريل 2023 تسبب في كتلين هانا عشرات العلاف وبحدد السودان في جو الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس خلاص بده من يوم السابد 14 سبتمبر والبداية بيغد فوق في الأيام الأخيرة بكاربين هانا كتير من مناضلين وانصار هانا حزب النهد الإسلامي حوالي 100 مقروب وده يوتبر ضربة جديدة في الحياة السياسية في تونس للحيمن بعد الثورة في كل الأراضي هانا تونس في أبريل 2023 وأيضا رئيسا الحزب وعضو المؤسس راشد الغنوشي كان تأرد للكاربين والسجن وخاصة بالتمويل من الخارج في 14 سبتمبر القدية حنشات كان نظم النسخة الثانية من الأطلة القضائية الخاصة ده في كندل ما بايت من العاصمة الجمينة والمناسبة دي لما فوق تقريبا 160 قاضي وخمسين ديف وده بعد النسخة الأولانية في سنة 2022 في موندو شالت الكلام المدية العامة عن الدوباء السيدة ناجي لام قالت بكون المبادرة والفكرة دي من رهلة عن إفريقيا الغربية ويؤكد أهمية التضامن وتبادل الخبرات وشكرت للحضور الكان شاركو وان بينهم كمان رئيسا المحكمة الأولية والضيوف جايين من دولة الكاميرون وفي نهاية المناسبة أن تشهادت للشخصيات القضائية والحفلة كملت برقصات شعبية